على الجانب الآخر كارترون مين المراكز اللي ممكن يكون محتاجها؟ طبعاً طبعاً بدون شك كارترون هو طريقة لعبه بتعتمد على مهاجم صريح تارجة مان الزمالك حالياً المهاجم اللي يقدر يقوم بالدور ده وسما فيصل لسه لعب شاب واعد إنه هو لو لعب بدري وشارك كتير ممكن يجي لكن برضو فيه احتمالياً هو يتحرق مش احنا شوفنا مصفى محمد لما تقلق لعب ثلاث مواسم كمؤعارة في الدور المصري يخد خبرات في البطولة بعدين رجع الزمالك لعب أفضل فنياً مع طريقة لعب كارترون واعتماده على التارجة مان أعتقد إن هدف الزمالك في المركات القادم رقم واحد هيكون لعب طبعاً وبمواصفات خاصة كمان زي مصطفى محمد الزمالك يحاول يعوض لعب بنفس الاسطايل في نص الملعب برضو الزمالك طبعاً رقم واحد أولاية للزمالك لازم تكون الحفاظ على فرجاني ساسي دي الأولاية رقم واحد واثنين وثلاثة وعشرة لأن صعب الزمالك يعوض لعب بإمكانيات وجودة فرجاني ساسي نشوفنا قبل كده الزمالك في تجربة سابقة لما مش عبد الشافي وحاول يعوضه جاب تقريباً ست لعيبة أو سبع لعيبة في مركز الباك وفي النهاية فشل إن هو يعوض محمد عبد الشافي وبالتالي فرجاني ساسي استمراره مهم جداً مع الزمالك بالإضافة إلى إن الزمالك محتاج لعب يخش وراء طارق حامد يحاول يعمل روتوشن معه شوية لإن طارق حامد طبعاً مع سنه الكبير محافظة على الجودة والكواليتي بتاعته ولكن إرهاكه في مباراة أقل بسبب عدم موجود البديل دي هتبقى مشكلة للزمالك في المباراة الكبيرة على المدى البعيد وحنا بنتكلم في نظر المستقبل مع الزمالك بعد سنة أو اتنين